لا عشان الوقت شباب جاهزين تسمع رائع له سيد عمر؟ سيد عمر انت تقريبا من سن الشباب هنا تقريبا ثلاثين سنة تقريبا ادينا بس فكرة يعني شهادة حضرتك ايه؟ انا حقوق حقوق وحاليا ادرس ماجسية الاقتصاد تمام بيدرس تاني خد بالك جيدة طبعا لا طبعا حدثنا من الشباب البداية عشان كنت تتمنى تبقى بلا الشهادة خالص وتقنعنا بموقفك لانا اتخصصي بعيد جدا عن الدراسة ومالهم مش مشكلة اعمل بعيد عني شهادة بسمتك هتبقى صادق وانت بتقنع نزك اكيد انا ستكلمهم بصدق بيه انت دارس شباب عندكم سعادة تسمعوا رأيه سيد عمر سيد عمر تفضل السلام عليكم يا شباب تعلم درسوا لكن لا تعقدون الامان على الشهادة انت ممكن تتعلم بقراءة كتاب ممكن تتعلم بورشة اليوم كثير معاهد واكاديميات ودورات وورشات واحتكاكات اليوم العالم صار مجتمع مفتوح دكتور ايمن تحدث عن موضوع ضرورة الشهادة بالتخصص طبعا انا اعمل بمجال الاعلام من عمر 18 سنة يعني قبل ادخل كلية الحقوق بهذا الوقت انا درست كلية الحقوق صراحة ان تخلص من الاعلام تمام بعد ما عملت بمجال الاعلام اكتسبت الخبرة لاني شاب مندفع اريد اتعلم اريد يزيد راتبي اريد اكون افضل من اقراني حصلت على منصب سنة 2010-2012 انا ممكن اكون اصغر مدير فني باذاعة محلية بتكريت مدينة تكريت بمحاوة صلاح الدين بالعراق وبهذا الوقت صار يجوني طلاب خرجين كلية الاعلام حتى يتوظفون بالاذاعة كنت انا اختبرهم مرحلة رابعة هو مؤهل انه يكون اعلامي او صحفي كانوا سيين جدا انا احدى الدورات مان قبل ولا شخص حتى يكون يشتغل بالمجان لانه هو دخل الجامعة بالانسيابية كمبيوتر اختار له هو ما يرايد هذه المهنة نفس الوقت هذا الشخص اجل الاعلام مجرد حتى يأخذ شهادة لانه مجتمعنا ما يتقبل شخص بدون شهادة كنوا واقعيين المجتمع يريدك شخص متعلم يريدك عندك شهادة ممكن نحن نكون مثالين ممكن الاخت تقبل بشخص ما عنده شهادة لكن ممكن صديقتها تلومها وممكن هي مع الزمن تلوم نفسها لكن انت اذا بدأت تشتغل من الاول اشتغلت على تعليم نفسك نفس الوقت تشتغل على الرزق او العمل اللي ناصبك انت اللي انت مقتنع به اللي انت حبه بهذا الوقت انت اذا اكتسبت الخبرة وعملت واستمريت بدراستك كملت كلية الحقوق استمريت بمهنتي جيت اسطنبول حاليا ادرسان اقتصاد ماجستير ممكن اكمل بتخصصات اخرى مجرد شهادة اضيفة لنفسي اتعلم تخصصات اخرى اضيفة لنفسي شهادة اخرى لكن بنفس الوقت انا اجتهد بمهنتي بالعمل اللي انا احبه لا تبني امالك ولا تبني كل طموحاتك على اساس ان انت من الثانوية الى البكالوريوس الى الماجستير الى الدكتوراة على امل ان انت تشتغل بهذه الشهادة ممكن تساعدك ممكن تساعدك ممكن انت تروح مؤسسة ما تشغل الا شخص عنده شهادة مثل الوظيفة الحكومية اللي هي براتب محدود وبعمل محدود وبواجبات محدودة ممكن تظل طول اليوم انت تغفي على مكتبك لكن ما راح تدي ما راح تعمل النظام التعليمي بصورة عامة خلاك بهذا السيستم انه انت يا احمد او عبد الله انت راح تبقى بهذا السيستم و راح تبني امالك بعدين بعد ما تتخرج بعد ما تاخذ الشهادات بعد بعد تشوف انه صديقك اللي كان ما يدرس معك من منطقتك او جيرانك اللي ما كان يدرس اللي كان يعمل ميكانيكي او اللي كان يعمل نجار بنا بيت وتزوج وصارت عند عائلة وانت قاعدت تلوم بنفسك ليش ما صرت مثله لانو انت ما اشتغل الصحان مو ضد التعليم لا تعلموا وقرب كتب قراءة مهمة ثقف نفسك تطلع على العلوم الاخرى تشوف الناس وين وصلت مثال بسيط انت يقيس على بحوث التخرج للجامعات اليوم بحوث التخرج نحن نرجع لتكلموا بالأساتذة اللي هو موضوع النظام التعليمي بحوث التخرج انت اهم شي تجيب مصادر مصادر قبل خمسين ستين مليون سنة وكي وتخليها بالهامش وتقتبس اشياء وكذا لكن بحوث التخرج في جامعات امريكية وغلندية وغيرها بحوث التخرج مشاريع عملاقة مشاريع تستفاد منها يستفاد منها المجتمع احنا للأسف صلنا نهتم بالشهادة كواجهة اجتماعية صلنا نهتم بالشهادة حتى تأخذني البنت الفلانية وحتى توظف بالدار الفلانية بالنهاية الأماكن التي تعتمد على الخبرة والكفاءة سيبقى بها الشخص الكفو الشخص المليون الشخص المتعلم الشخص الذي يعمل على نفسه من عمره صغير اما الشخص يقرأ بدون ما يعمل ودليل هذا انت على سبيل الإعلام على سبيل الإعلام بالإعلام الشخص الذي لا يعمل عملي والشخص الذي فقط أكاديمي اعتمد بس على الكتب فرق كبير كذلك بالقانون بالحقوق شكرا شكرا شكرا